بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طالبات وطالبات الصف الثالث من التعليم الفني اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزيك. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الكهربية وان الكهربية عبارة عن عن شحنات كهربية بتمر في سلك. خدنا فرع من الفروع الكهربية الحلقة القادمة. وكانت الكهربية الساكنة انا هي معناها الكهربية الساكنة. وقلنا كمان اني لو انا عندي جسم متعدل وعايز اشحنه. في حاجة اسمها طرق الشحن بالكهربية او انواع التقارب. انواع التقارب بترى الشحن بالكهربية كانت يتقارب بالدلق متقارب باللمس والتكاهي بالتأثير. انتقلنا بعد كده لالكشاف القهرابي. سم Politics كلهم وخدنا مسائل عليه. خدنا شدة المجال الكهرابي والمجال الكهرابي وخدنا مسائل عليهم وكيف ممكن تخطيط المجال الكهرابي وخصائص المجال الكهرابي. هنبدأ النهاردة في الجهد الكهرابي لمواصل. يعني ايه الجهد الكهرابي لمواصل? الجهد الكهرابي لمواصل هو الحالة الكهربية التي يتوقف عليها انتقال الكهربية للجسم من خلال اتصاله بجسم اخر. يبقى الحالة او الجهد الكهربائي اللي بنسمى الجسم او الموصل معناه الحالة الكهربائية اللي بيتوقف عليه انتقال الكهربائية منه او اليه عند اتصاله بجسم اخر. بعد كده بناخد حاجة اسمها فرق الجهد بين نقطتين. فرق الجهد بين نقطتين هو رمزه في وهو الشغل المبزول مقدرا بالجول لنقل شحنة كهربائية مقدرها واحد كولوم بين النقطتين. يبقى تاني فرق الجهد بين نقطتين رمزه في هو الشغل المبزول مقدرا بالجول لنقل شحنة كهربائية مقدرها واحد كولوم بين النقطتين. طيب انا عايز اجيب قانون لفرق الجهد اقدر اطلع منه نقيمة فرق الجهد. انا عندي من التعريف بنقول ان فرق الجهد هو الشغل المبزول لنقل شحنة كهربائية. يبقى ازا عندي فرق جهد من التون هو ال V بيساوي W على Q. اه Q احنا خدناها الحلقة السابقة وهي رمز الشحنة. وما لقى ال W? ال W هي رمز الشغل. يبقى ازا القانون بتاعها بيساوي W على Q. وحدتها هي الفولت. طيب يجي لك يقول لك الفولت يكافأ ايه? كلمة الوحدة المكافأة للفولت يبقى ازا هجيب الوحدة من القانون بتاع ذات نفسه. طيب القانون بتاعي كان بيقول ايه? ان هو شغل على شحنة. طيب الشغل اللي على الشحنة اللي عندي هلاقي عندي هنا في ال W. ال W اللي موجودة اللي هي الشغل وحدتها جول. والشحنة عندي وحدتها كلوم يبقى الفولت جول على كلوم. الفولت ايه تعرفه? الفولت هو فرق الجهد بين النوتتين عندما يبزل شغل قدره واحد جول لنقل شحنة كهربائية مقدارها واحد كلوم بين هاتين النوتتين. يبقى الفولت هو واحد كاس فرق الجهد. بس لما يجي يقول لي عرف الفولت او ما المقصود بالفولت ما يقولوش هو واحدة قياس فرق الجهد. لا هو ليه تعريف. ايه هو? هو فرق الجهد بين النوتتين. عندما يبزل شغل قدر واحد جول لنقل شحنة كهربائية مقدارها واحد كولوم بين هاتين النوتتين. الجهد الكهربائي عنده نقطة. احنا خلنا من شوية فرق الجهد بين النوتتين. وقلنا فرق هو الشغل المبزول لنقل واحد كولوم بين هاتين النوتتين. طب انا عايز بقى الجهد الكهربائي عنده نقطة. الجهد يعني شغل. يبقى ازا هو برضو الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الكهربائية اللي هي الواحد كولوم من مالة نهاية الى هذه النقطة. يبقى ازا الفرق في التعريف ما بين فرق الجهد بين النوتتين والجهد الكهربائي عنده نقطة ان انا اخر جزئية لما يقول لبين نقطتين يبقى هقول بين هتين النقطتين لكن لما يقول الجهد الكهرابي عند نقطة في الاخرى اقول ايه من مال نهاية الى هذه النقط طب انا عايز اجيب قانون للجهد الكهرابي في المجال الشحنة يعني انا عندي شحنة وعايز اعرف الجهد بتاعها جوة المجال بتاعها قد ايه اقدر اطلع كيمته ازاي القانون بتاعي بيقول الفي بتساوي كي في كيو على دي يبقى الجهد الكهرابي في المجال الشحنة الكهربية قانون وفي بتساوي كي في كيو على دي طيب نسترجع مع بعض قلنا الفي فرق الجهد لسا واغدينه حالية طيب الكي بقى من الحلقة السابقة كانت ايه كانت سابت كلهم اللي هو مقدار سابت كمته تسعة في عشر وستسعة وحدته نيونتن متر تربيع لكل كلهم تربيع الكيو لسا ايلينا هي الشحنة وحدتها بالكلوم دي اللي هي المسافة وحدتها بالمتر هناخد امثلة على الجهد الكهرابي اول مثال عندي احسب فرق الجهد بين نقطتين في مجال الكهرابي ازا كان الشغل المبزول لتحريك شحنة كهربية مقدارها خمسة كلوم بينها هتين نقطتين وساوي تلاتين جول وانا بحال المسألة لازم اقرأها كويس اعرف ايه اللي مطلوب منها اعرف ايه المعطيات اللي عندي هي مديها لكلام انا ببتدي احوله لرموز لان احنا القوانين رموز فلابد ان انا نعرف كل رقم الرمز بتاعه ايه نمسك المسألة واحدة واحدة من الاول وبهدوء احسن فرق الجهد بين نقطتين يبقى ايه ان هو عايز الاول فرق الجهد اللي هو رمزه فيه في مجال الكهرابي ازا كان الشغل المبزول لتحريك شحنة كهربية مقدارها خمسة كلوم احيانا بنطلقبط ونلاقي الشغل بعد دي كلمة خمسة يبقى ايه ان الشغل بتاعنا بخمسة كلام ده مش مزبوط ليه لانا قال لك لتحريك شحنة كهربية مقدارها بقى هنا المقدار بتاع الشحنة الخمسة كلوم دي بتاعت الشحنة اللي رمزها كيو يبقى الكيو عندي هي اللي بخمسة كلوم بينها تاني وطني وساوي تلاتين جول اه انا عشان ما ما اطلقبطش لازم كل كمية فيزيائية اعرف وحدتها ايه ورمزها ايه ده هيريحني كتير وانا بحال المزايا الجول عما بص التلاتين دي بعديها جول الجول ده وحدة قياس الشغل يبقى ازا ان التلاتين جول دي بتاعت الشغل يبقى انا كده خلاص عندي الشغل بتساوي تلاتين وعند الشحنة بتساوي خمسة اقدر اجيب فرق جهد ليه هطبق القانون اللي عندي اللي هو بيقول ايه الفي تساوي دابليو على كيو اما لقيها بتساوي دابليو على كيو ابوص على الاركام اللي عندي تلاتين على الخمسة تساوي ستة فولت مثال اتنين احسب الجهد الكهرابي عند نقطة تابعة تمانية في عشرة اوسي سالب ستة متر من شحنة كهربائية مقدارها واحد وستة من عشرة في عشرة اوسي سالب تسعتاشر كلوم ومديناك العادة كيو بتساوي تسعة في عشرة اوسي تسعة نيوتن متر تربيع لكل كل كلوم تربيع نبص المسألة احسب الجهد يبقى هاو عايز الفيه مديك عند نقطة تبعد تمانية في عشرة اوسي سالب عشرة متر تبعد او كلمة متر يبقى دي المسافة اللي هي تمانية في عشرة اوسي سالب عشرة متر من شحنة كهربائية مقدارها شحنة كهربائية مقدارها يبقى ازا دي الشحنة اللي هي رمزها كيو طيب يبقى ازا الكيو عندي خلاص اهدها اللي هي كام واحد وستة من عشرة في عشرة اوسي سالب تسعتاشر كولوم يبقى ازا الشحنة عندي واحد وستة من عشرة في عشرة اوسي سالب تسعتاشر كولوم يبقى كده هو اداني الجهد ده طالبه مني مديني نقطة تبعد تمانية في عشرة اوسي سالب عشرة متر من شحنة يبقى ازا دي المسافة اللي هي اداني الشحنة اللي هي واحد وستة من عشر في عشر والسالب سعتاشر. مديني في الاخر اللي هي ثابت كلهم تسعة في عشر وستسعة. كل اللي علي خلاص انا كده فصصت المسألة. عرفت ايه المطلوب? عرفت ايه المعطيات? طلعت الرموز اللي عندي. من خلال الرموز ابتدي اوسع القانون اللي انا هستخدمه. انا عندي مديني الدي مديني الكيو مديني الكيو. التلاتة بيرتبطوا مع بعض عشان يدوني القانون اللي اقدر اجيب اللي هو بتساوي كيو على دي. هابتدي انازل في زي ما هي وبتدي ابوس على الاركوم. اشيل الرموز وحط مكان راكب. ادي كي. فين الرقم بتاعه اهو? تسعة في عشر وتسعة. اروح نازل كاتبه تسعة في عشر وتسعة. في الكيو. فين الكيو الرقم بتاعه? واحد وستة من عشر في عشرة ستعة. يبقى تسعة في عشرة ستعة في واحد ستة من عشر في عشر ستة بتسعة عشر. على دي اللي هي المسافة اللي هي تمانية في عشرة واستسالة بعشرة يطلع لي الجهد الكهرابي عندها هذه النقطة واحد وتمانية من عشرة فولت. ده كان الجهد ومسائل الجهد بتاعتك. يبقى الجهد قلنا هو فارج جهد منه نمسك واحدة واحدة الجهد الكهربائي الموصل. قلنا هو الحالة الكهربائي الموصل اللي توقف على انتقال الكهربية منه او ليه عند اتصاله بجسم اخر. فريق جهد بالنوتين هو الشغل المبزول مقدرا من الجول لنقل شحنة مقدرة واحد كولومبا اينا هتين النوتاتين. جهد الكارابي عند نوتا هو الشغل المبزول لنقل واحد شحنات الكهربية مما لا نهالا هزي النوت. خدنا القانون بتاع فريق الجهد في بتساوي دابلو على كيو. خدنا مسألة عليه. خدنا القانون بتاع المجال او الجهد الكارابي لشحنة. ده خدنا القانون ده وانا في بتساوي كيو على دي. وخدنا المسألة بتاعتها. بننتقل لجزء اخر وهو السعة الكهربية. السعة الكهربية رمزها سي. طيب السي دي بتساوي ايه? سي دي بتساوي كيو على في. يبقى ايزا هنا في نسبة. يبقى هي النسبة بين من ومن كيو اللي هي الشحنة وفي اللي هو الجهد. يبقى تعريف السعة الكهربية هي النسبة بين الشحنة الكهربية التي يحملها الموصل الى جهد هذا الموصل. بنختصر القانون ده بالمسلس ده. الكيو فوق وهنا السي وهنا الفي. لو انا عايز الكيو حط ايدي عليها لقي تحت السي جنب الفي يعني الكيو بتساوي سيف في. عايز السي يبقى تساوي كيو على في. لو عايز الفي يبقى تساوي كيو على السي. خصائص السعة الكهربية لجسم. اول خاصية ان السعة دي دائما مجابة. يعني دائما الرقم بتاعها بيبقى مجابة. تاني حاجة سابتة في المقدار للجسم الواحد. يعني لو انا عندي مكسف. وليكن سعته عشرة. الجسم ده سعته عشرة سعته خمسة سعته سبعة بتفضل السعة بتاعته سابتة زي ما هي. بس للجسم الواحد مش كل المكسفات سعتهم زي بعض. تالت خاصية تتوقف على الابعاد الهندسية للجسم. وكذلك الوسط الذي يوجد في هذا الجسم. طيب يعني ايه الكلام لا? يعني تتوقف على الابعاد الهندسية. كلمة ابعاد يعني المسافات بتاعت الجسم. الطول العرض. الارتفاع. نصف الكتر. كذلك الوسط الذي يوجد في هذا الجسم. يعني هل الجسم ده الوسط اللي موجود فيه? هوا. آآ زجاج. وسط معدني. كل هذه الظروف يتحكم في خصائص السعة القرابة للجسم. يبقى السعة القرابة للجسم الخصائصها دائما مجابة. سابتة في المقدار للجسم الواحد تتوقف على الابعاد الهندسية للجسم. وكذلك الوسط الذي يوجد في هذا الجسم. المكسفات الكهربية. بتستخدم في ايه المكسفات الكهربية? كلمة مكسف كهرباء. احنا قلنا الكهرباء يعني شحنية. مكسف يعني بنبتدي نجمع ونخزن هذه الشحنية. يبقى ازا مكسفات الكهربية تستخدم في تخزين الشحنية الكهربية لنستخدامها عند الحاجة لها كما في دوايا الراديو والتلفزيون. المكسف عندي في مكسف زي سعة سابتة وفي مكسف متغير السعة. طب انا هرسمه في الدائرة الكهربية. هرمز له ازاي جوه الدائرة الكهربية? في حالة المكسف زي السعة السابتة بنهرمز له بالرمز زي ما احنا شايفين كده عبارة عن عمودين متساويين جنب بعض. في حالة المكسف متغير السعة بيقول عمودين جنب بعض وعليهم سهم او مؤشر. ده دليل على تغيير القيمة. ده دليل على تغيير القيمة. المكسفات لها اشكال متعددة. ولكن مع تغير الاشكال المتعددة ديت هو ليه شكل عام سابت. اللي هو بيتكون من مواصلين معزولين زي ما احنا قلنا العمودين اللي احنا رمزنا لهم المواصلين ده رمزنا لهم بالعمودين. المواصلين ده المعزولين كهربيا من خلال مادة عزلة متواجدة بينها. انه بيتكون من موصلين معزولين بينهما مادة عزلة. من انواع المكسفات المكسف زي اللحين المتوازين ده زي ما احنا شايفين بالرسم بيتكون من لحين متوازين اهم بينهما مادة عزلة سواء هوى او زجاج. مثال على المواد العزلة الهوى والزجاج مادة عزلة كتير لكن المسال عليهم هما الهوى او الزجاج. العوامل التي تتوقف عليها سعة المكسف زي اللحين المتوازين. يعني انا السعة بتاعت المكسف ممكن تزيد ممكن تقل ممكن تتغير. طيب ايه هي العوامل اللي خلي هزي السعة تتغير عندي? اول عامل هو المسافة بين اللحين. والمسافة بين اللحين دي رمزها دي. وتسعة بتاعت المكسف تتناسب عكسيا مع المسافة بين هزين اللحين. تاني عامل سابت العزل للوسط. كلمة سابت العزل للوسط هو كدرة هذا الوسط على عزل اللحين على البعض. وده بيختلف من مادة عزلة لمادة اخرى. الهوى غير الزجاج غير الفلين غير البلاستيك. كل مادة فيهم لها سابت عزل مختلف عن التالي. ساعة المكسف تتناسب ترديا مع سابت العز ده. يعني لما سابت العز ده قيمته بتزيد ساعة المكسف كذلك بتزيد. تالت عامل من العامل توقف لها ساعة المكسف او الساعة الكهربائي المكسف زي اللحين المتوزين. المساحة المتقبلة من اللحين. المساحة رمزها ايه? وده تناسب تردي ما بين ساعة المكسف والمساحة المتقبلة بين سطحي اللحين. طيب انا خدت العامل دي كلها. قلنا اللي هي المسافة بين اللحين اللي هي دي. سابت العز اللي هو الميو. المساحة المتقبلة من اللحين اللي هي الايه? بجمع هزي العوامل اللي بتغير من ساعة المكسف في قانون احسب بيه ساعة المكسف. ساعة المكسف قلنا الساعة رمزها سي. عندي الميو اللي هي سابت العز. الايه اللي هي المساحة المتقبلة من اللحين. الدي اللي هي المسافة ما بين اللحين. طب دي العوامل. قم الايه بقى واحد على اربعة باي اللي موجودة ده السابت بتاع القانون ده السابت بتاع القانون الواحد ده رقم اربع رقم انما الباي اللي هي اتنين وعشرين على سبعة او تلاتة واربعتاشر من مين هناخد مسألة على القانون ده كتطبيق على هذا القانون مكسف يتكون من لحين متوازين مساحة كل منهما اربعة واربعين سنتيمتر مربع يفصل بينهما وسط مادة سمكه ستة من عشرة ملي متر وسابت عزله ستة احسب ساعة هذا المكسف يبقى خلاص اللي مطلوب عندي موجود في اخر سطر احسب ساعة هذا المكسف يبقى انا عايز قيمة السي طيب ابص على المعطيات اللي عندي والرموز الا ان انا عندي فوق مساحة كل منهم اربعة واربعين سنتيمتر مربع يعني المساحة اربعة واربعين سنتيمتر مربع يفصل بينهما وسط مادة سمكه اه سمكه احنا قلنا في العوامل المسافة بين اللحين لكن ما جبناش سيرة السمكة ما هي السمكة هي المسافة ما بين اللحين اللي هي ستة من عشرة ملي متر سابت عزله لوان ميو ستة يبقى كده عرفنا المعطيات عرفنا الرموز فاضل حاجة مهمة اوي احنا اتفقنا في الحلقة السابقة ان احنا دايما و احنا بنشتغل بنشتغل بالوحدات الدولية بمعنى لما قلنا في الحلقة السابقة ان يشيحنا بالكلوب لو ادهلي بالمايكروكلوم لازم احولها لكلوب المسافة بتتقاس بالمتر لو ادهلي بالسانتي بلازم احولها لمتر المساحة هنا متدهلي بالسانتي متر مربع ولكن هي بتتقاس بالمتر مربع اما تتقاس بالمتر مربع هم ادهلي بالسانتي متر مربع لازم احولها لمتر مربع طيب ازاي يحول من سانتي متر مربع لمتر مربع بضرب في عشرة استسالب اربع طيب عايز احول من ملي متر لمتر احنا قلنا الحلقة السابقة لما اجا حاول من سنت المتر بضرب او بأسم على مية او بضرب في عشر سالب اثنين لما اجا حاول من ملي متر لمتر يأسم على الف يضرب زي ما نشغال في المسألة في عشرة قس سالب ثلاثة يبقى اذا خلاص فصصنا المسألة من معطيات من رموز من تحويلات وعرفنا ايه اللي مطلوب نبتدي ان نشتغل في الحل بتاعه اول خطوة من خطوات الحل كتابة القانون لازم وانا بحل اول حاجة عملها اكتب القانون بتاعي اللي انا هشتغل عليه القانون اللي عندي اللي احنا لسه واخدينه السي تساوي واحد على اربعة باي في ميو ايه على دي كل اللي انا بعمله الخطوة اللي بعد كده ان انا بشيل الارقام او بشيل الرموز وحط مكانها ارقام طيب عند الميو ابوس على الميو فين الميو ست اهي كتبت الست اربعة واربعين في عشر والسليب اربعة دي بتاعت ايه بتاعت السنتيمتر مربع اللي حولتها المتر مربع هتقول لي ما احنا فوق اربعة واربعين جات منين لعشر والسليب اربعة قلنا ولما شرحنا من شوية ان احنا لازم نحاول من سنتيمتر مربع لمتر مربع فبضرب في عشرة السلبة اربعة ننزل تحت عشان نعرف حدوتة السابعة داية اللي موجودة فوق حددتها ايه السابعة اللي موجودة داية جات منين اما ننزل تحت قد اربعة اللي هي داية الباي المفروض اتنين وعشرين على سبعة اتنين وعشرين فضلت مكانها لانها مقام لكن السابعة مقام المقام فمقام المقام تلقائي بيطلع عندي بسط يبقى السابعة داية اللي هي المقام بتاعة الباي اللي هي تنين وعشرين على سبعة فهي مقام المقام فبتطلع بسط في ستة من عشرة اللي هي السمك طب ايه العشرة والسلب تلاتة قلنا العشرة والسلب تلاتة دي التحويل من ملي متر لمتر يطلع ان السعة الكهربائية لهذا المكسف تلاتة ونص فرد يبقى اذا ونحن نخلي بالنا في المسائل لابد ان المسألة دي كلامية لازم احولها لرموز فلازم يكون حافظ الرموز كويس جدا بتاعت كل كمية فيزيائية لازم احافظ الوحدات بتاعتهم زي ما احنا كلمة سمكو احنا ما كناش عارفين سمكو دي مسافة ولا ايه لاني هي مكتوبة المسافة من اللحين لكن دي السم لما انا بصيت على الملي متر عرفت ان هي دي المسافة بين اللحين كذلك لازم اعرف التحويلات ازاي يحول من سنتي المتر من ملي متر المتر من سنتي متر مربع لمتر مربع من مايكرو كلوم لكلوم كل الحاجات دي هنستخدمها الى جانب هنستخدم كمان شوية ازاي يحول من مايكرو فراد لفراد هنخش بعد كده في الطاقة المختزنة في المكاسف انا عشان ابتدي اشغل المكاسف المكاسف لازم اشحنه الشغل اللي انا بقى بتزيله دوت عشان اشحن بين المكاسف بيتخزن جوه المكاسف احنا لسه قالين ان المكاسفات الكهربية دي اجهزة بتستخدم في تخزين الشحنات الكهربية الشغل اللازم دوت اللي انا اشحن بين المكاسف بتخزن جوه المكاسف الكهربية في صورة طاقة وضع طيب ازاي احسب بقى الطاقة المختزنة جوه المكاسف عشان احسب الطاقة المختزنة جوه المكاسف من القانون لقصادنا ايه بتساوي نص سي في تربية طيب ايه يعني ايه ايه يعني الطاقة يبقى ايه هو رمز الطاقة اللي عندي سي قلنا دي السيعة الكهربية وان في هي الجهد الكهربية توصيل المكاسفات الكهربية في الدوائر الكهربية عندي كزا مكاسف وعايز اوصلهم في الدائرة الكهربية ايه هي طرق توصيل مكسفات في الدايرة الكهرباء اول طريقة توصيل مكسفات على التوازي توصيل مكسفات على التوازي زي ما احنا شايفين دول تلات مكسفات كمثال بنوصلها مع التوازي في حالة التوصيل على التوازي قلنا دايما بنوصل الاطراف المجابة مع بعض كلها ويطلع منها طرف واحد مجاب وبنوصل الاطراف السليبة كلها مع بعض ويطلع منها طرف سليب يبقى اذا في توصيل على التوازي بنوصل الاطراف المجابة كلها مع بعض بطرف والاطراف السليبة كلها مع بعض بطرف اخر اذا كان لدينا عدة مكاسفات متصل على التوازي زي ما احنا رسمنا 3 مكاسفات ومتصلين على التوازي ازاي اطلع قنون السعة الكلية لهذه المكاسفات وانا بطلع قانوني الساعة لازم افتكر المسلس بتاعي لانا لسا كاتبه لما كتبنا تعريف الساعة الكهربائية كان فيه الكيو فوق وتحت السي والفي انا بتخش الدائرة عندي شحنة وجهد والمكاسف موجود عندي في ساعة الكهربائية ايه اللي بيحصل للتلاتة دول في حالة التوصيل على التوازي زي ما احنا شايفين اول خطوة الكيو بتساوي كيوان زايد كيو تو زايد كيو سري معني ايه الكلام ده ان الشحنة اللي دخلة بتتوزع على التلات مكاسفات اللي عندي يبقى ازا التلات مكاسفات اللي عندي او التلات شحنات اللي موجودة على التلات مكاسفات اللي عندي مجموحهم يساوي الشحنة الكلية اللي دخلة للدائرة طيب من المسلس قلنا الكيو بتساوي السي في الفي يبقى ازا كيو بتساوي سي في في طيب كيوان هتساوي سي وان في في وان ليه لان هي الشحنة بتاعت المكسف الاول اللي ليه سعة خاصة بيه اللي هي رمزها c1 وليه جهد خاص بيه اللي هو ال v1 طب لو عايز q2 هيبقى c2 برضو v2 ليه شحنة المكسف التاني مكسف التاني ليه سعة خاصة بيه بنرمز له برمز c2 وليه جهد خاص بيه بنرمز له برمز v2 زائد q3 اللي هي الشحنة اللي موجودة على المكسف التالت وده بيساوي c3 في v3 اللي هو السعة بتاعت المكسف التالت في جهد المكسف التالت عندي من خصائص التوصيل على التوازي في المكسفات ان الجهد بيبقى ثابت طيب يبقى احنا قلنا الشحنة بتتوزع على الثلاث مكسفات لكن الجهد اللي داخل في المكسفات التالتة بيبقى متساوي يعني بيساوي الجهد اللي داخل للدائرة اساسا يعني لو الجهد اللي داخل للدائرة اساسا اتنين فهلا ان كل مكسف برضو جهده اتنين يبقى اذا اي مكسف موجود عنك في دائرة التوازي الجهد بتاعه متساوي او جهدهم كلهم اد بعد لما اجا اقول ان ال V بتساوي V1 بتساوي V2 بتساوي V3 واطبق الكلام ده فوق في العلاقة اللي قابليهم اللي هي C V بتساوي C1 V1 زائد C2 V2 زائد C3 V3 هقدر اطير ال V مع بعض هقدر اطير ال V مع بعض ليه يطير ال V مع بعض لانها سابت هيبقى معايا C ساوي C1 زائد C2 زائد C3 طيب انا ال V لما هطير هحط ما كان ايه حط ما كان واحد ولكن في ضرب فهقول C في واحد بC C1 في واحد بC1 C2 في واحد بC2 C3 في واحد بC3 يبقى اذا هلاقي ان القانون النهائي للسعة الكهربية في حالة توصيل عدة مكسفات على التوازي C بتساوي C1 زائد C2 زائد C3 زائد لو عندي 100 مكسف اجمع كل الساعات المكسفة من هنا بلاحظ حاجة مهمة وده من دمن الاسئلة المهمة ان السعة الكلية اللي هي C بتساوي مجموع ساعات هذه المكسفات يعني انا عايز انا السعة الكلية لعدد من المكسفات متصل على التوازي اجمع هذه الساعات على بعض دي واحدة طب الحاجة التانية لو انا حبيت اقارن بين الساعة الكلية وساعة اي مكسف تلقائي الساعة الكلية هتبقى اكبر ليه دي ان هي مجموع هذه الساعات ان هي مجموع هذه الايه الساعات تاني طريقة من طرق توصيل المكسفات هو توصيل المكسفات على التوالي في توصيل المكسفات على التوالي احنا هنا في التوازي بوصل الاطراف المجابة كلها بطرف واحد والسلبة بطرف واحد في حالة التوصيل على التوالي لا موجب مع سالب وموجب مع سالب طرف موجب مع طرف سالب وطرف موجب مع طرف سالب وهكذا طيب إزاي يحسب السعة الكلية لعدة مكسفات متصلة على التوالي أتكلمنا في التوازي قلنا إن المثلث مهم إننا نعرف إilo موجود جواه لكيو والกيو والكيو والفي ولما هاجي هستنتج السعة الكلية لعدة مكسفات متصلة على التوالي زي برضو ما جيت استنتج على الساعة الكلية لعدة مكسفات على التوازي استخدمنا الثلاث رموز السي والكيو والفي برضو هنا هستخدم السي والكيو والفي طب ايه الاختلاف اولا في الساعة الكلية على التوازي قلنا الكيو هي اللي بتتوزع لما قلنا الكيو بتسوي كيوان زايد كيو تو زايد كيو سري هنا في حالة التوالي الفي هي اللي بتتوزع الجهد اللي داخل جوة الدايرة بيتوزع على المكسفات اللي عندها مثال قلنا ان انا بشتغل على ثلاث مكسفات يبقى اذا الجهد اللي داخل الدايرة هيتوزع على الثلاث مكسفات اللي موجودين عشان كده لو انا جمعت الجهود الثلاثة للثلاث مكسفات هيديني الجهد الكل الداخل في الدايرة القربية يعني اقول ان ال V بتساوي V1 زايد V2 زايد V3 من المثلث ان ال V بتساوي Q على C ال V بتساوي Q على C طب لو V1 هتبقى Q1 على C1 V2 Q2 على C2 V3 يبقى Q3 على C3 V خمسة هيبقى Q خمسة على C خمسة يبقى اذا اقدر اشيل V بتساوي V1 زايد V2 زايد V3 وعود عنها بالعلاقة اللي تحتها ان Q على C بتساوي Q1 على C1 زايد Q2 على C2 زايد Q3 على C3 طيب هناك احنا قلنا V اللي كانت ثبت اما قلت لك V بتساوي V1 بتساوي V2 بتساوي V3 هنا Q هي اللي سابتة Q بتساوي Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3 يعني الشحنة الكلية اللي داخل الدايرة نفس القيمة بتاعتها بيبقى متواجدة على الثلاث مكسفات يعني شحنة المكسف الاول هتبقى ادي شحنة المكسف الثاني هتبقى ادي شحنة المكسف الثالث هتبقى ادي الشحنة الكلية اللي داخلها للدايرة اما اجي اطير المقدار السابت اللي هو الكيوهات اللي هي كلها قد بعد ديت هلاقي عندي هنا بقى في حاجة معينة في التوازي انا شلت الفيتا ارتاه وجيت احط الواحد لقيت انه ضرب فخلاص وجوده زي عدم لكن هنا في حالة التوازي لما اجي اطير الكيوه الواحد بسط يعني هنا في بسط ومقام فما اقدرش اطير واحد فبيفضل زي ما هو فهيصل لنا ان القانون النهائي للسعة الكلية في حالة التوصيل على التوالي واحد على سي واحد زي واحد على سي اتنين زي واحد على سي ثلاثة والاخ اي عدد من المكسفات هتبقى واحد على سعة هذا المكسف طيب نفس الملحوظين اللي هناك قلنا الملحوظة الاولانية ان لو انا حبيت اجيب السعة الكلية بقول ان هي مجموع ساعات المكسفات هنا مقلوب السعة الكلية بيساوي مقلوب مجموع الساعات هناك قلنا ان السعة الكلية لما قلنا سي بتساوي سي واحد زي اتنين زي ثلاثة في حالة التوازي قلنا السعة الكلية بتساوي مجموع هذه الساعات وقلنا ان السعة الكلية اكبر من سعة اي مكسف في حالة التوصيل على التوالي لا السعة الكلية اقل من سعة اي مكسف بعد من خلص توصيل توالي وتوازي هناخد امثلة على جزء الساعة الكهربية والطاقة الكهربية قلنا نمسك اول مثال احسب الطاقة الكهربية الكامنة في مكسف ساعته 16 ميكرو فراض وفرق الجهد بين لوحيه ميت فولت يبقى اولا ايه اللي مطلوب الطاقة الكهربية اللي ارمزها ايه نفتكر اما قلنا الطاقة المختزنة في المكسف اللي ارمزها ايه هتساوي نبص باقي المعطيات اللي عندي ساعته الساعة اللي ارمزها السي هتساوي 16 ميكرو فراض ابص احنا واحنا بنشتغل قلنا ان الفراض عندي هو وحدة كياس الساعة لكن هنا مديني ميكرو فراض اه تفكرنا بحاجة تفكرنا ان احنا لما كنا بالشوحنة قلنا كنا بنشتغل القلوم لما كان بديها لبالمايكرو كلوم كنت عشان احاولها القلوم اضربها في عشرة ارسل سالب ست طب ما هنا برضو مايكرو بدل ما فراض جابها لمايكرو فراض عشان احاولها لفراض برضو بضرب في عشرة ارسل سالب ست ليه لان هي المايكرو ذات نفسيها هي اللي بعشرة والسالب ست يبقى ازا اما اجا احاول اي وحدة فيها كلمة مايكرو بضرب في عشرة والسالب ست عشان اشيل كلمة المايكرو دا فرق جهد بقى لو حي ميت فولت فرق جهد اللي هو رمزه فيه هتساوي ميت فولت يبقى كتاب عرفنا المعطيات عرفنا المطلوب عملنا التحولات بتاع الوحدات اللي مطلوبة في المسألة ابتدى اكتب القانون اللي عندي عشان ابتدى احل المسألة ايه بتساوي نص سي في تربيع الايه اللي هي الطاقة اللي انا عايزها بنزل النص عادي في عندي السي اللي هي ستاشر مايكرو فراض قلنا ستاشر فعشرة والسالب ستة قلنا عشرة والسالب ستة دا بتاعت التحويل في الفي اللي هي المية تربيع والتربيع دا جاي من القانون مايجي هخلص العلاقة دا الضربيا هليها تطلع عندي ان الطاقة الكامنة او الطاقة المختزنة في المكسف تمانية فعشرة والسالب اتنين جول طب قلنا جول ليه ما انا عندي الشغل هو اللي بالجول الطاقة وحدتها جول ليه لان الطاقة هي نفس وحدة الشغل لان الطاقة هي القدرة على بزل شغل يبقى ازا الطاقة هي هي نفس وحدة الشغل وهي الجول مسألة تانية على التوصيل على التوازي وص للمكسفان معا على التوازي ساعتهما على الترتيب اربعة مايكرو فراد وعشرة مايكرو فراد مع بطارية اتناشر فولت احسب كل الميماياتي السعر الكليا للمكسفين وشحنة كل من المكسفين خلاص بقى احنا تعودنا واعتقد انتو بتقولوا معايا لازم الاول نعرف ايه اللي مطلوب وهو المطلوب مكتوب تحت احسب كل من مياتي السعر كل المكسفين وشحنة كل من المكسفين نعرف المعطيات ونحولها لرموز نطلع من الاول المسألة ونقراها كويس وصل المكسفان معا على التوازي ساعتهما على الترتيب اربعة مايكرو فراد وعشرة مايكرو فراد اه ساعتهما يبقى انا عندي مكسفين وليهم ساعتين يبقى الرمز بتاعهم سي وان وسي تو خلاص عرفنا الرموز نبدأ نشتغل نشوف الارقام بتاعه سي وان اربعة مايكرو فراد اربعة مايكرو فراد اه انا ما بشتغلش بالمايكرو فراد انا بشتغل بالفراد يبقى لازم احول من مايكرو فراد لفراد عشان اشتغل من مايكرو او احاول مايكرو فراد لفراد هنضرب في عشرة استسالب ست. يبقى سيوان هتساوي عندي اربعة في عشرة استسالب ست. طيب. المكسف التاني ساعة. اه لا يا سي تو. كام عشرة مايكرو فراد بردو مايكرو بردو. يبقى ازا لازم هتتحول دي كمان. هتبقى عشرة في عشرة استسالب ستة فراد. مع بطارية اتناشر فولت. اتناشر فولت فولت. يبقى الرمز في. يبقى عندي الفي عندي اهدها للفي اللي موجودة في المسألة باتناشر فولت. تدي احل. همسك الاول المطلوب الاولاني. عايز السعر كلية للمكسفين. اه التوصيل على التوازي. القانون سي بتساوي اللي احنا كنا كبني سي بتساوي سي وان زائد سي سري زائد ن工作 ولا ياردي اه الاخ وكذى الكلام ده كله. اه هنا ما عندي شكل يا اauso عندي مكسفين اتنين بس. فراح كاتب له سي بتساوي سي وان زائد سي تو. واجمع الساعتين بتوع المكسفين. مكسف الاول ان اربعة في عشر السالب ستة. المكسف التاني عشرة في عشرة على سالب ستة. اما جمع اجمعهم هيطلع ان السعة الكلي أربعة تاشر في عشرة على سالب طيب بالمرة انا جيت قلت في التوصيل على التوازي ان الساعة كلية اكبر من ساعة اي مكاسف طيب تعالي نشوف الكلام ده بالارقام هنا هنبص الساعة كلية اربعة في عشرة سليب ست طيب تعالي نبص على السيوان هلاقيها اربعة في عشرة سليب ست يبقى ازا الساعة كلية اكبر طيب تعالي نبص على الساعة التانية يمكن تكون اكبر نبص على الساعة التانية اللي هي عشرة في عشرة سليب ست لكن الساعة الكولاية اربع عطااشر الفى. يبقى اذا الساعةoliة في حالة التواصيل على التوازي فعلا اكبر من ساعة اي مكسف. ده كان المطلوب الاولاني. نخش على المطلوب التاني. مطلوب التاني قال لك شحنة كل الامن المكسفين. يبقى اذا هو عايش شحنة المكسف الاول. هو عايز شحنة المكسف الثاني. طيب؟ الشحنة المكسف الاول؟ عايز الرمز بتاعها. شو احنا يعني Q والمكسف الاول يعني رقم واحد يبقى اذا Q1 طيب انا Q1 عندي ايه القانون بتاعها من المثلث Q بتساوي C في الفي يبقى اذا Q1 عندي هتساوي C1 في V1 C1 في V1 طيب C1 في V1 C1 في V1 عندي يعني C1 اللي هي اربعة عشر وستلف ستة في V1 اللي هي اتنش يبقى C1 في V1 هتطلع لعندي اللي هي كيوان بي تمانية واربعين في عشرة قصة سالب ستة كولوم أخلي بالي من الوحدات لما جيت أجيب السعة الكلية تلع الرقم اربعتاشر في عشرة قصة سالب ستة فراد شميعنا فراد عشان أبتكلم على السعة الكهربية طيب هنا بتكلم عن شحنة يبقى إذن هقولك كيوان بتساوي تمانية واربعين في عشرة قصة سالب ستة كولوم ده المكسف الأولاني أو شرحة المكسف الأولاني اعمل ايه? ما احنا قلنا ان الجهد عندي متساوي. وطالما ان الجهد عندي متساوي يعني ال V بتساوي ال V1 بتساوي ال V2 كلهم هيساوي اتناشر. يعني لو عندي V3 و V4 برضو هتبقى باتناشر لان الجهد هنا عندي ثابت. يبقى الكيوتو بتساوي عشرة في عشرة وساوي بستة. في اتناشر هتبقى مية وعشرين في عشرة سالب ستة كذلك برضو كلهم. مش معنى كلهم? عشان دي الشحنة الكهربية اللي عندي. هنبدأ مع بعض مسألة او مسألتين صغيرين نكمل بهم تكملة المسائل اللي موجودة عندي وهي اول مسألة. ما? اول مسألة عندي هشتغلها وهي المسألة اللي موجودة عندي. وضعت شحنة كهربية مقدرها تمانين كولوم. على بعد عشرين سنتي من نقطة ما? احسب كلا من. رقم واحد شدة المجال الكهربي والجهد الكهربي عند تلك النقطة. دي رقم واحد. رقم اتنين. الكوة المؤسرة على شحنة اخرى مقدرها عشرين كولوم موضوعة عند تلك النقطة. يبقى في المسألة ديت. اداني الشحنة مقدرها تمانين كولوم. اداني المسافة دي الشحنة تمانين كولوم. المسافة عشرين سنتي. عايز شدة المجال وعايز الجهد. وانا بحالي المسألة ديت هلاقي ان انا عندي تلت مطاليب مش مطلوب واحد. شدة المجال والجهد ادي واحد. والقوة ادي تاني. عشان همشي فيها صح? هبدأ اشتغل الاول المطلوب الاولاني هجيبه الاول. من خلال الشحنة اللي هو مدهل. يبقى ازا هجيب شدة المجال. والجهد الكهربي من الشحنة اللي هو مدهل في الاول اللي هي التمانين كولوم. طيب ازاي? هبتدأ اجيبهم واحدة واحدة. اولا انا عايز الاي لها شدة المجال. الاي بتساوي? كي في كيو على الدي تربيع. يبقى هتساوي. الكه من الدهالي تسعة في عشرة قصة تسعة. ده المقدار السابت بتاعنا اللي هو سابت كله. في الكيو اللي هي من الدهالي تمانين. على الدي تربيع. الدي مدهالي اهي? قال لي عشرين سنتي. لازم احولها المتر. قلنا عشان احولها المتر. هقسم على المية. يبقى عندي الدي لما اجي اقسم على المية تطلع اتنين من عشرة متر. اروح جاي واخد الاتنين من عشرة ديت. وابتدأ عوب بيها مكانة دي. يبقى دي اتنين من عشرة. تربيع. جات من ايه التربيع? اللي هي موجودة التربيع اللي موجود في القانون. ما جاي حسب الضرب والاسمة اللي موجودة عندي. هتطلع تمنتاشر في عشرة قصة اتناشر. ها? عايز اكتب الوحدة. حدي فاكر الوحدة من الحلقة السابقة. ايه? وحدة شدة المجال الكهرابي? نيوتن لكل كده جبنا شدة المجال. ابتدأ جيب الفي. الفي انا لسه واخد القانون بتاعها النهارده. ادي ايه? الدي بتبقى تربيع لكن في الفي الدي مش تربيع. ها دي بس. ابتدأ عوض بالاركام اللي عندي. الكي تسعة في عشرة قصة تسعة. في الكيو اللي هي التمانية. على الدي فقط. يبقى هكتب الاتنين من عشرة من غير التربيع. هيطلع معي الناتج ستة وتلاتين في عشرة قصة احداشر. ها? الوحدة ايه? احنا بنقول ده جهد. جهد في. يبقى وحدته الرمز يعني الوحدة بتاعة الجهد هي هي وحدة او هي هي الرمز بتاع الوحدة. اللي هي الفي برضو اللي هي مين بقى المرة دي مش جهد? لا فولت. يبقى ازا الجهد الكهرابي عندي ووحدته هي الفولت. ده المطلوب الاولاني للطلب مني لما قال لي احسب شدة المجال الكهرابي والجهد الكهرابي. طلب مني طلب تالت. اللي هو القوة اللي هي الف. الف بتسوي ايه? القانون ده برضو كان في الحلقة السابقة. اه. كي. كي وان كي و تو على دي تربية. ابتدي عود. الكي تسعة في عشرة قصة تسعة. في كي وان اهم الدهالي اللي هي التمانين. في كي و تو. طب فين كي و تو. مدهاليش فوق في المسألة. في المطلوب التاني تحت قال لك ايه? القوة المؤسرة على شحنة اخرى مقدرها عشرين كولوم. يبقى دي الشحنة التانية اللي عايزها في القانون دوت موجودة في المطلوب اللي تحت التاني اللي هي بعشرين كولوم. يبقى على دي تربيع اللي هي اتنين من عشرة تربيع. يطلع القيمة اللي عندي ستة وتلاتين في عشرة قصة تلاتاشر نيوتن. طيب. هل ممكن احل المطلوب التالت ده بطريقة تانية? اه ممكن. ازاي ممكن احل المطلوب التالت بطريقة تانية زي ما هنشوف دلوقتي معنا حاليا. لو انا جيت قلت الاف هتساوي. يبقى ايه زي انا هون مطلوب التالت بنقوله طريقة تانية. انا عايز الاف. كنت اواخد حلقة السابقة ان الاي بتساوي اف على كيو. طب من هنا لو انا عايز اجيب الاف طرفين في وسطين يطلعني الاف بتساوي الاي في الكيو. يبقى انا ممكن اعود به هنا برضه. ليه? لان عندي الاي طلعتها هنا في المطلوب الاولاني. والكيو اللي هي الشحنة التانية للدهالي. يبقى عندي الاف بتساوي الاي في الكيو. طيب الاي انا طلعتها بكام? بطمانتاشر في عشرة اوس اتناشر. في الكيو اللي هو متدهالي بكام? بعشرين. اللي هي الكيو التاني اللي احنا قلنا فيه المطلوب التاني. يبقى الاف اللي هتطلع عندها تساوي. ستة وتلاتين في عشرة قص تلاتاشر نيوتين. يبقى ازا في الاف اللي هو المطلوب التالت انا جبتها بطريقتين. ياما بقانون الاف بتساوي كيوان كيو تو على الدي تربيع او ان الاف بتساوي الاي في الكيو ودي جبناها من قانون شدة المجال. مسألة تانية دي كانت المسألة على ربطنا بيها. قانون كلوم وشدة المجال الكهرابي والجهد الكهرابي في مسألة واحدة. وهم تلات قوانين مهمين جدا. سواء قانون الاف لازم تبقى حافظه كويس. ان الاف بتساوي كيوان كيو تو على دي تربيع. الاي بتساوي الكه في كيو على دي تربيع. الفي بتساوي كي على كي في كيو على الدي. قلنا التلاتة قوانين دول لازم تحفظه كويس اوه. طيب ده ربطنا بيهم التلاتة مع بعض. في المكسفات. احنا خلنا في المكسفات جبنا الطاقة مسألة عن الطاقة المختزن. وجبنا مسألة عن التوصيل على التوازن. عايزين بقى مسألة على المكسفات نجيب فيها توصيل توالي وتوصيل توازن. زي ما هنشوف في المسألة اللي معانا حاليا. مكسفان. سعة كل منهما تلاتة فراد. وستة فراد. يبقى انا عندي مكسفين سعة كل منهما تلاتة فراد وستة فراد. احسب السعة الكلية. لهم عند توصيلهم. عند توصيلهما مرة على التوازي. ومرة على التوازي. طيب. نبتدي نشتغل. اداني ساعتين. واحدة تلاتة والتانية ستة. طب رموزهم ايه? اللي هما سي وان وسي تو. يبقى عندي سي وان تلاتة فراد. وسي تو ستة فراد. عايز السعة الكلية اللي هي رمزها السي. عند توصيلهم مرة على التوازي ومرة على التوازي. في حالة التوازي. سي بتساوي سي وان زائد سي تو. يعني هتساوي تلاتة زائد ستة. يبقى سي عندي بتسعة فراد. في حالة التوالي. واحد على سي. سوا واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين. يعني واحد على سي بتساوي. واحد على تلاتة. زائد واحد على ستة. يعني الواحد على سي بتساوي نص. طب انا عايز السي مش عايز الواحد على سي. اما يجي اضرب طرفين فصتين هتطلع ان السي عندي في حالة التوصيل على التوالي باتنين فراد. يبقى بكده اتكلمنا النهاردة عن الجهد الكهرابي. يعرفنا يعني ايه جهد الكهرابي? لمواصل يعني فرق الجهد من نقطتين يعني ايه? الجهد الكهرابي عند نقطة. خذنا قانون لفرق جهده من نقطتين وقانون اخر للجهد الكهرابي عند نقطة او لشحنة. وخذنا بيهم المسائل بتاعتهم. كلمنا عن الساعة الكهربائية للمكسف. عرفنا تعرفه. عرفنا خصائص الساعة الكهربية. عرفنا المكسف الكهرابي ايه استخداماته? ايه انواعه? ايه العوامل اللي بتوقف عليها الساعة بتاعته? ازاي يوصله في الدارة الكهربائية سواء على التوالي او على التوازي? خذنا قوانينهم. لمينا الفصل اولاني كله بقوانينه. في كده نكون امتهينا من حلقة